السلام عليكم و أهلين فيكم في فيديو جديد و أبدا نزلت معنا البيتا الثالث من ما نرى الايو اس 50.6 ما هي الميزات الجديدة في البيتا الثالث أول شيء المودن فرمير تغير عندنا الآن من البيتا الثاني إلى البيتا الثالث تحسين لتحب بعض الجهزة ليس كل الجهزة بعض الأشخاص يقولون أن الجهزة تحت ايفون 12 لم يكن لهم المودن فرمير لكن مهم أنه هناك تغيير أو تحسين لبعض الأشخاص لكن لا يوجد مشاكل في المودن فرمير ، ف Bleach Jeśli 13 و 12 متأكد مئة بالمئة ي atmos البيتا الثالث في النهاية C كي ت studied with us FB olog طبعا ما فيه اي طريقة كيف تحدثها بالحال تحدث حالها وبرضو الماجيك تركبات إذا عندك ماجيك تركبات نرى هذه نزلها طيب شل ميزات في هذه النسخة ما فيه ميزات قوية لكن للأطفال إذا عندك مثلا طفل فالآن لو تخشي العردات وتخشي على السكرين تايم في الكمنيكيش انتحت طبعا ما رح تخلها هنا تعلمك أن الطفل حقي كتير توقف الصور الحساسة أو الأشياء ذي انك تسوي لها كوي وبرضو فيه شي تغيير خفيف في فالفايد ماي إذا الجهاز قاعد تبحث عن في الفايد ماي وهو قاعد يشحن يطلع لك أنه قاعد يشحن يعني علامة الشحن طب تغريبا هذه الأشياء ما فيه شي قوي واو في النسخة هذه كلها تعديلات خفيفة مع السكوريتي طبعا فيه برضو أشياء خفيفة في التعديلات قبل تكلمت عنها تحسين عنها أشياء مشاكل أكثر شي في الهوم بعض المشاكل عندهم إذا كنت تشبك على الهوم مع الجهزة اللي عندك الهوم متر ما تقدر تخلي أي شخص قسط يشبك عليها لازم أنت الأونر يشبك على الأجهزة هذه فأبل عدلتها هنا وبرضو في الإي كلاود بعض المشاكل في الإي كلاود أبل عدلتها هنا والإكس كود برضو فهذه المشاكل أبل عدلتها في البيت الثالث طبعا متى رح تنزل هذه النسخة معنا المتوقع أن هذه النسخة رح تنزل على نهاية الشهر هذا ممكن مش أسبوع الجاه أسبوع اللي بعدها إذا ما بتنزل اذا تنزل ابل ارسي فبعد اسبوعين ستنزل الارسي والاسبوع اللي بعده راح تنزل هكذا فمتوقع والاسبوع من جولاي او اسبوع اللي بعده فبس هذه كل شيء وهذه الميزات يعني ما في اي شيء لكن تعديلات خفيفة وان شاء الله تكون هذه النسخة الناهي الى اس 15 وان شاء الله تكون خلاص تضمنها ابو العدل عشان الجهاز اللي وقفوا لهم تحديث مثل ايفونات 6 اس والاس اي والس 7 تكون عندهم نسخة هذي ممتازة ولا فيها مش حق ففي نهاية الفيديو اشتركوا في الاشتراك بالغناة اشتركوا في حسابي سنام شارت شرطاتكم وعمل لكم مقطع عشر المقطع والا تنسو الوضع دعاكم والسلام عليكم